طيب عايزة اسأل حضرتك يعني ايه السبب في إلغاء المبارات الودية خصوصا اللي كانت المفروض تحصل ما بين المنتخب المصري والكونغو السبب من قرل سكوريش هو الكرر بشكل مفاجئة نوع طلب بأنه مش عايز يخد المباراة وربما ده لأن فيه ترتيبات اتغيرت بموعايد السفر كان فيه مفروض السفر النهاردة السفر يتأجل لبكرة فهو حتى لغى التدريب الخاص بالمنتخب قبل السفر ده ما يأثرش عليه؟ هو بيبقى ليه نظرة في ترتيب العوضاع الدخلية فيما يتعلق بالتدريب يعني يمكن هو كان متاح ليه اختيار 28 لعب كرر اختيار 25 لعب فقط لما سؤل جوة من مساعدين اللي حاولوا وضغطوا بشكل كبير جدا أنهما ياخدوا 28 لعب قالوا على الأقل أنهنا نهد الجمهور شوية للتلات عناس اللي هنضيفها ربما يعني تساهم في تخفيف الحالة لكنه هو وجهة نظره أنه هو عايز 25 لعب فقط عشان لما بيعمل في التدريب تأسيمة ما بين 11 و 11 ما يبقاش عنده عدد كبير برة الخط هو وجهة نظره أنه عايز ألعب بعدد دايق لما أمرن عدد قليل غير لما أمرن عدد كبير جدا بيبقى عميل لإزعاج فهو شايف هو دايما ترتيباته الداخلية وفق ما تعلمه في الملاعب الأوروبية وفق فلسفته الخاصة أي بس إحنا عندنا إصابات ورد تحصل ورد جدا ورد جدا ورد جدا بالطبع يعني أنا أنا مش متفق معه أنه إحنا لو إحنا قصينا لعيب أنا قد تماما معه أنه يكون في 28 لعب ونروح بكامل قوتنا والمدرب الكبير قادر على أنه يتعامل في كل الظروف حتى لو معك أكتر من كده نسفق ربما متعودة تلعب بقيمة 25 لعب لكن إحنا متعودين في مصر بنلعب بقيمة 30 لعب متعودين أن إحنا نتعامل في ظروف مشابهة لكن في النهاية أنت مطالب بأن أنت تنفس كل احتاجاته وتنفس كل طلباته في النهاية هو اللي هيسأل على النتيجة مش حد تاني